السلام عليكم اخوتي اهلا ومارحبا بكم في مطبخ وصفات للا فاطيمال وما ان شاء الله فيديو جديد هنحضر معكم ان شاء الله فطائر او لا نوع ملكيك بصراحة كيجي ورائعين جدا كيتحضروا بسرعة بدون اختمار وبدون بيض ولا حليب ولا زبدة اقتصاديا جدا في نفس اللحظة كيجي ورائعين ومجاعبين من داخل كيضبو دوابان في الفم المهم بالنسبة المكونات ديالهم كما قلت لكم فهو مبساطين بزر فنحتاج هنا يا كاسي العنبة ديال المدافلي كوزن مية وخمسين ميللي لتر كذلك نحتاج هنا يا الملعقة الصغيرة من الخميرة الفورية اللي هي خميرات الخمز بالنسبة الخميرة فغير كنديروها بشكية كاس عطينا واحد الاضافة في الوصفة يعني الوصفة ديالنا ما كنخليوها لا تختمر للتحاجة مباشرا بعد ما كنخدموها كنطيبوها غير تبدو عنا يا ان شاء الله جميع المكونات انا غان ضيف واحد الكيس بالنك ها ديال الفانيلي كوزن سبعة فصيرة خمسة جرام بالنسبة لنك ها يمكن لكم تديرو اي نكهة تفضلوها يمكن لكم ديروك كيال القشور ديال الحامض او ديال بورتوقع اللي توفره عندكم في المنزل كتحكوهم في الحقه كالرقيقة وقد ديروك كيال ملعقة كبيرة المهم غنة غنة غن نضيف كذلك جوجيا الملعق كبار ديال العسل بالنسبة للعسل فكي عطيناك واحد لإضافة في الوصفة ولكن لما توفرش يمكن لكم تستغنوا عليه يعني يمكن لكم ما تديروش كما يمكن لكم تعودوه بالمربع ديرو الجوج مع اللق ديال المربع لي كيكون جاري ديال المشماش الخاص بالحلويات هنا يرلاحتم معايا فضفت كأس نضيف ملح القبصة الملح نضيف ملح 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 لن تطعب وضع هذا الصفاة يتم تجيب أن تفضل الصفاة يجب أن تحصل على صفاة الكلام يتم تحصل على صفاة الكلام يتحضل الصفاة ساعة مباشرة كنفرغوا جميع المكونات واحد الاناء وكندوزين عجنه بالدقيق بالنسبة للدقيق فغا نحتاج 4 عفوان 3 ديال كيسان ديال اللي عمبا ديال الدقيق عمرين مزيان والكسر رابع انا اخلي من مربع يعني 4 كيسان ما ندخلهمش كاملين بالقرام هي هي 375 قرام ديال الدقيق اللي دخلت في الوصفة هذي ولكن بالنسبة لكم حاولوا كيات ردوا البال قدرها كيات دخلوا قد ديال الدقيق يعني تدخلوا ثلاثة ديال الكيسان والكسر رابع تخليهم انه اربع يقدر ذاك ربع كاس للاخر يعني تزيدو يعني ما يبقاش لكم تبقوا هذين غير شوية بشوية حيث صراحة كيكون الاختلاف في النوعية ديال الدقيق كنا النوعية اللي كتنطس سوائل بزاف وكينلا ولكن هذي وصفة هذي وخي يعني ما تجي شكية القوام دياله بحال ديالي تماما مثلا كيتزاقلوها تقصحوها كتر مني شي شوية او لا تخفوها كتر مني شي شوية را تجي ناجحة وكالطيب وكالجي زوينة بزاف يعني ما فيها شكية شي خطورة هني انا لاحظوا معايا فغانحتاج كذلك الخاميرات الحلويات عندي هنا اه كيس ونصف من خاميرات الحلويات الكيس اللي هو ضغطه كامل والثاني نضيف منه غير نصف هذي الكيس هذا ديال الخاميره فكي يوزن ثمانية جرام يعني اه ضغط ثمانية جرام نزيدو عديها ربعة جرام هي اه اثناشر جرام يعني اثناشر جرام هي الخاميرات الحلويات هنيا كنحاولها كي نحرك الخليط ديالي نسيان وكمقا كي نضيف الدقيق اللي تبقى عليه غير شوية بشوية بالنسبة لهذا هاد الكيك هذا فخصناها كيا القوام ديال العجيني كون تقيق لشي شوية يعني كيكون صراحة بحالو بحال القوام ديال الكيك غير هو بحال يسقطوا كي كيكة تقيلة ماشي كيك خفيف يعني نوريكم ان شاء الله القوام كيفاش داير غتشوفوا معايا ان شاء الله عن قرب غير تبدو معايا بشكية تشوفوا جميع التفاصيل هنيا مازال كنضيف الدقيق بعد ما اضفتو كامل بقال يلاحطوا معايا غير ربع قدامي ففادلقيت هديك اخر خطوة غنديروها هي الخل كنضيفو جوج ديال الملاعق كبار عمرين مزيان ديال الخل الى ما توفرش عندكم الخل يمكن لكم تديرو الحامض ديرو مثلا اه ربعا ديال المعالق كبار ديال الحامض حيث الحامض اللي لادرتو خصكم تكتره ديرو ربعا اما لادرتو الخل ديرو غير جوج ديال الملاعق كبار ديال الخل المهم كنحاولها كي نحرك الخالد ديالين زيان الخالة مني كنضيفوه حتى الاخر فكي يعطينا هكي واحد اضافة زوينة بزاف المعجنة ديالنا وكيتفاعل كتر عكس مني كنضيفوه في كل اول شوفوا معي انا يكن وريكم الخالد كيفاش داير مني كنهزوه كي ابل خلاط وكنبغي كي ندور كي بقاو ديال الخطوط ديال العجين مرسومين يعني ما كيتخسروش يعني لجينة كتكون شاد دراسة يعني ماشي كيك خفيفو الخطوط ديال وكي يختفوا انا يكن وريكم قالي 4 كاس ديال الدقيق فكنجمع هاد العجينة هادي وغنخليها جانبا من غير بما ندهلمو ديالي وندخلا مباشرة للفران يعني ما كنخليوها لا تختامر لوالو هنا يا انا غاستعمل هاد ليمول هادو الصغار الخاصين بالكيك انتم ما يمكن لكم تستعملوا اي مول عندكم صغير صغير كما يمكن لكم تستعملوا ذك الكاب كيك الكيك اه هذا في الكاب كيك صغيرين ديال 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 شنو سميتو مهم اذو كل ما رفعين كيديرو فيهم الكاب كيديروهم غير هما ما تعمروهم مش بزاق مشك يجيكم الفطائر يجيكم اكي حانين مايجيكم مش فيهم العلوغ العظيم باش يطيبوا لكم ضغية في الفران المهم اللي ما عندوش قاعد يمول وما بغاش يدير ذاك القوالب ديال كاب كيك يمكن لكم تشدو هكيا شي طاوة عندكم طاوة عادية وكتفرقوا فيها الخاليط وكتصرحوا هكيا بواحد السباطيلة بحيس هكيا الخاليط ديالكم يتصرحوا يكون غليض يكون عفو الرقيق ما تديروها شكيا في شي قالب ديال الكيك ويجيكم كيكا عادية مرتفعة ما غا تنجحش معاكم حيث هذه الوصفة هذي خاصة تكون رقيقة باش كتنجح يعني تشدوه كيش طاوة وتصرحوا فيها العجير ومبعد تزينوها بشوية ديال تفاح وشوية ديال مكسرات بالنسبة للزين كيبطا اختياري تزينوها موالو تخليوها طبيعية ومبعد بك ساعة اني كتطيبوها في الفران كتقطعوها كيها طريفات صغيرين الى درتوها في طاوة لكانت في ليمون صغيرين بحالة دو ما تحتاجوش كتطيبوها عادي في الفران امو في الول كتكون عنا النار متوسطى تجعلوها غير من التحت غير كيبانو انها كي الفطائر ديالنش الدراس ونشفوه مزيان بك ساعات كنموتوا المهم ضربوا لي تقريبا واحد خمسة وعشرين دقيقة كانوا طائبين غير هو دك خمستاشر دقيقة الليولة مخسكمش حلو علي عمد فرانتا كدوس خمستاشر دقيقة عدك ساعات نقصونا من البوطة هناك نزينو بحشية ديال المربة ديال مش ماش وكنقدموهم بصراحة كيجي ورائعين جدا والغريف الامر هو ان المكونات ديالهم بساطن وخاكك كيجي وبنانين بزاف كيجي الماداق ديالهم اقريب للماداق ديال دقيقة البلغة اللي كتب عليك توكت عارفوها خصوصا مني كيبردو مني كيضربو كيليل كاملة كيوين الماداق ديالهم قريب بزاف لها مو يمكن تمنى ان شاء الله تجربو مني الاعجاب ديالك